أهلا بكم تعود العمليات العسكرية إلى شمال سوريا في ريف إدلب الجنوبي فالجيش السوري حرر المنطقة الممتدة من أبو جريف وصولا إلى تل الشيخ ومعرش مارين وقريتي دير شرقي وغربي وبات على مشارف مدينة معرة النعمان وعلى بعد أقل من ثلاث كيلومترات من المدينة الاستراتيجية تشرف القوات السورية على نقطة المراقبة التركية في معرح طاط جنوب المدينة تقدم ترافق مع كسر الجيش وحلفائه من محور المقاومة خطوط دفاع المسلحين على جبهتي جمعية الزهراء وتلة الشويحنة وسيطر بالترتيب على إكثار البذار والمباني الإسمنتية غرب حلب مع قصف استهدف مقار المسلحين في خانطمان والعيس في ريف حلب الجنوبي انكسار المسلحين يكشف عن فشل الدعم التركي غير المباشر لهم والذي تجسد بإعادة هيكلة مسلحي جيش العزة ليتسلم إدارة الصواريخ الموجهة ميمدال والتاو الأمريكي التي استخدمت بكثافة في مهاجمة نقاط الجيش السوري في قرى السمكة وأبو الجريف بريف إدلب الجنوبي كما دفعت تركيا بمسلحي أجناد الققاز والحزب الإسلامي التركستاني إلى جبهتي خانطمان والعيس في حين تقاسمت الجبهة الوطنية للتحرير بقيادة فيلق الشام مع هيئة تحرير الشام إدارة العمليات في شمال حلب من عنيدان إلى الليرامون وصولا إلى خان العسل غرب المدينة واقع يؤكد رفض أنقرة التخلي عن مكتسبتها في إدلب وعجزها أيضا عن تقديم دعم مباشر للمسلحين في مواجهة الجيش السوري إذ طلبت منهم الصمود ومنع الجيش من تطبيق اتفاق سوتشي وأستانا الذي ينص على فتح الطرقات الدولية من حما إلى مدينة حلب ومن اللاذقية إلى مدينة حلب أيضا مرورا بمدينة إدلب